بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الهاد الأمين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم سادتي الحضور ورحمة الله وبركاته حتى نختصر على نفسنا وعلى سيد رئيس الجلسة لن يضل قلق البحث الذي أضعه بين أيديكم وقد قرأ الأخ المقرر الله يحفظ عنوانه بهذا العنوان نعيده مرة أخرى معالم الفكر التربوي والعلمي في حياة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه طبعا كثيرة هي معالم الفكر التربوي والتمثلات العبادية في حياة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لكن الملفت للنظر احنا وضعنا المبحث الأول لهذا العنوان التمثلات العبادية ومجالها التربوي في سيرة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه الملفت للنظر مفردة الصلاة يعني مثلا كل ما أراد التأريخ وكل الأقلام التي كتبت عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه تظهره بصفة العبد الصالح هذا يعني صاحب تأريخ بغداد الخطيب البغدادي يقول فقد نقل الخطيب البغدادي ما نصه عن الحسن ابن محمد بن يحيى العلوي قوله حدثني جدي قال كان موسى بن جعفر يدعى بالعبد الصالح من عبادته واجتهاده روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فسجد سجد في أول الليل وسمع وهو يقول في سجوده عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة فجعل يرددها حتى أصبح طبعا هذا الرواية أخواني قريب من عدهما يرويه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أيضا لمن يوقف على ترجمة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يظهره ويخرجه للتأريخ الإمام اقتحم عقدة التأريخ بصفة العبد الصالح وهذا التأريخ طبعا نحن نعرفه أخواني كتب وهو يسبح بحمد السلطان والسلطان لم يستقم أمره مع آل محمد صلوات الله وسلامه عليه مجمعين لكن الإمام فرض نفسه بأسطر من ذهب بهذه الصفة السؤال اللي يطرح نفسه هنا ليش الإمام عرف بهذه الصلاة يعني أخواني الصلاة في يوم من الأيام هذا اليوم من أيام القرآن دوائر الوحي القرآني في لحظة من اللحظات عبرت عن الصلاة رسالة للأنبياء قالوا يا شعيب أصلاتك مو هذه الصلاة القائمة على النسك والدعاء والعبادة لا أخواني كإنما شعيب كان يقود ثورة من خلال هذه الصلاة يقلب بيها المعايير ينظم بيها المجتمع يصحح بيها المسارات وهكذا كان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يعني مثلاً أكو عندنا رواية عيسى ابن جعفر ابن عمل هارون ويشتغل في جو مجال سياسي متردي مجرم اسمه الدولة العباسية واسمه هارون وإذا هذا العامل يكتب له للهارون يقول له طال حبس موسى عندي وكنت أستمع إليه من خلف القضبان الصور أخواني الصدى والمدى لهذه الصلاة استدعت هذا الوالي وين ينزل؟ ينزل إلى القضبان متأثراً بيمن؟ بصلاة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ويهدد كأنما يحذر الهارون يقول له إذا أنت متأخذ من عندي سوف أعمد إلى إطلاق سراحه كأنما هذه الصلاة حولها الإمام إلى ثورة كادت أن تقلب الشارع البصري فخوفاً من هذا التقلب كتب إلماً كتب إلى هارون رواية أخرى رواية أخرى تتحدث عن تأثر أعلى رجالات الدولة الفضل ابن الربيع أخواني الربيع والفضل ذوله مو عرب الربيع رجل مو عربي جابوا أيام المنصور لأن كان يشتكي من الحجاب جابوا هذا الربيع السلسلوا بالدولة إلى أن وين وصلوا؟ وصلوا إلى حد وزارة لكنهم تأثروا في عبادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وكانوا ينقلون تهجده وعبادته ومدى تأثرهما في هذه الصلاة لأن صلاة الإمام موسى بن جعفر الصلاة الواعية التي حركت الناس حتى وصل التحريك إلى رواية ينقلها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء هذه الرواية تصرح على أن أخت السندي ابن شاهك كانت تشيد بعبادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وتقول له تعسل لقومنا وأوك يا ابن رسول الله فإن ميزانهم خفيف صور هذا الصلاش قد تأدي خطاب تأثيري بيمن في أعلى رجالات الدولة من الوزراء من الحجاب بل حتى في السجانين حتى ذول السجانين هم اللي نقلوننا الإمام يقول يعني إلهي كثيرا ما كنت أدعوك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وها أنت قد فعلت هذا أخواني بما يسمح به الوقت عن صلاة الإمام موسى بن جعفر وتأثيرها التربوي وتأثيرها الأخلاقي وتأثيرها المناقبي والقيمي في الساحة الاجتماعية بدءا من البصرة وانتهاءا وين إلى بغداد أنتقل إلى المحور الثاني هو بعنوان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ودوره الرائد في صيانة التراث العلمي بالجلسة الصباحية أخواني سمحت الشيخ هذا النجفي سمعته أشار إلى نقطة جدا مهمة سني إمامة الإمام موسى بن جعفر من أقسى الفترات اللي مرت على الأئمة باعتبار حكام بني العباس في ذروة جبروتهم في ذروة سلطانهم من المنصور إلى جزار فخ موسى الهادي إلى هارون العباسي فدعناوين معروفة بالإجرام وبالملاحقة للإمام والتضييق على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه لكن رغم هذا إحنا من نوقف على التراث العلمي للإمام السقائمة الرجال تطيق أكثر من 300 راوي تخرجوا من عالي مجلس درسه صلوات الله وسلامه عليه بعد صاحب التأسيس رحمة الله عليه أبو محمد الحسن ابن الهاد الصدر من كتب تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام يوصف بعض رواة الإمام موسى بن جعفر حتى الشيخ محمد حسن آل ياسير رحمة الله عليه يوصف هؤلاء الرواة بأنهم ممن أغنوا المكتبة الإسلامية في بعض المصنفات بعض المؤلفات للإمام موسى بن جعفر رغم هذا التضييق دور في مد الطاقات العلمية للفقه الإسلامي وأعتقد مباني الفقهاء تبنوا كثير من الأخبار والآثار التي وردت عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه الإمام موسى بن جعفر كانت له صولة من المجادلات صولة من الوقوف لترسيخ المبدأ العقائدي مع إمام المذهب أبو حنيف ففد رواية مشهورة خاف ما يسمح الوقت إنه نتعرض لها للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه جهود علمية أفصحة وصرحة بها التأريخ أغنت القضية القرآنية من حيث التفسير من حيث المفاهيم من حيث المباني بعد للإمام موسى بن جعفر دور ودور كبير في مسألة الحديث ولا سيما أخواني مسند الإمام موسى بن جعفر اللي أقصد أخواني مو مسند العطار دي مسند الإمام موسى بن جعفر هو المسند الذي نقله موسى بن إبراهيم المروزي هذا أخواني مخطوط في رفوف المكتبة الظاهرية بدمشق إلى أن قيض الله له من يخرجه ويطبعه ويجري عليه دراسة وهو من بيوتات كربلاء العلامة المحقق الفذ الراحل السيد محمد حسين الجلالي رحمة الله عليه أخرج هذا المسند أخواني هذا المسند 59 حديث للأسف بالمخطوطات حديثيا يعني رايحات فاشقد المحصل البقه 57 حديث أصلين رجاليين تعرضا لذكر هذا المسند الأول النجاشي أبو العباس أحمد بن علي المتوفى 450 للهجرة ذكر لمن ترجم إلى موسى بن إبراهيم المروزي يذكر أن له مسند نقله عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه والأصل الرجال الثاني شيخ الطوسي أعلى الله مقامه في الفهرست لمن كتب أيضا يتعرض إلى ذكر هذا المسند ليهمني أخواني موسى بن إبراهيم المروزي أبو عمران وفي خبر أبو حمران هذا أخواني مني ترجموا له يقنون معلم أولاد السندي كان ينزل إلى الطامورة ويدون عن الإمام موسى بن جعفر هذه الأحاديث التي خرجها بها عنوان بعنوان مسند قبل ثلاثة أسابيع طبعا عولج هذا المسند معالجة أكاديمية بإطروح الدكتورة ناقشوها في كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد بعنوان مسند الإمام موسى بن جعفر برواية موسى بن إبراهيم المروزي طبعا عندما زارنا السيد الجلالي رحمة الله عليه هو الأهداء إلى المكتبة مكتبة السيد هذة الدين سنة 1976 وعندما قرأته هو أشار إلى هذا المسند كتبت له بحثا وشرفت منه بالإجازة بعنوان المنهل النمير بإجازة الشيخ منير طبعا هو رحمة الله عليه قبل مماته لكن الملفت للنظر الإمام داخل الطامورة وما زال نبعه وعطاؤه العلمي حول من تلك الطامورة مر محراب للعبادة ومر جامعة علمية ينزل إليه الرواة يراجعه بعض الفقهاء اللي يريد نوصل له أن الضغوطات والحيف والظلم الذي صب على هذا الإمام لم يثنه صلوات الله وسلامه عليه من أن يمارس دوره الكبير في حفظ الشريعة الإسلامية مسألة أخرى أيضا تتعلق بالرواة من مدرسة الإمام موسى بن جعفر هذه الرواية ينقلها صاحب الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية الشيخ عباس القمي يقول وهنا نسجل طبيعة الوعي العلمي الذي يتميز به هؤلاء النخبة من أصحاب الإمام موسى بن جعفر والذي تمثل بحرصهم على طلب العلم يقول ابن طاوس الرواية عن من؟ عن ابن طاوس إنه كان جماعة من خاصة أبو الحسن موسى عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح أبو نوس هذه الألواح اللي يكتبون عليها وأقلام هو يعبر عنها أنبال ثم يقول فإذا نطق عليه السلام بكلمة وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه فيها التدوين كان يشتغل بزمن الإمام موسى بن جعفر هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه برواية أختم عليكم بيها أخواني الرواية ينقلها السيد علم الهدى المرتضى في كتابه الأمالي عندما يسأله أحدهم إحنا أخواني هاي تبرك أن نقرأ هاي الرواية باعتبار الإمام من أهل السيادة والريادة والقيادة والزعامة والإمامة الإمام يسأل واحد قال لمن أنت قال إن كنت تسأل أنا عن النسب فأنا ابن محمد حبيب الله ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله وإن كنت تسأل عن البلد فأنا من البلد الذي فرض الله عليك الذي فرض الله على المسلمين وعليك إن كنت منهم الحج إليه في كل عام وإن كنت تسأل عن العشيرة هذا أخواني الجواب فما رضي مشركوا قومي بمسلمي قومك أن يكونوا كفأا لهم يوم بدر خلي عن اللجام يقول فلجم هذا الرجل ولم يستطع أن يتحدث مع هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه ولعل كلمة صاحب مطالب السؤول محمد بن طلح الشافعي عندما يترجم للإمام موسى بن جعفر يقول هو الإمام العظيم الشأن الجليل القدر الذي كان يبيت ليله قائما ويقطع نهاره صائما ولفرط حلمه على أعدائه سمي كاظما فسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم استشهد وسلام عليه يوم يبعث حيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة